اهلا بكوا جماعة احنا هنتكلم النهاردة عن conditions هنعرف مع بعض يعني ايه if else هنعرف يعني ايه switch case statement ازاي اقدر اكتب php و html اللي اتنين في نفس الفايل طيب خلينا نقول يعني ايه اصلا شرط شرط يعني بقول لو ذاكرت تنجح لو لعبت رياضة صحتك هتبقى سليمة طيب الكلام اللي انا قلته بالعربي ده عايزة ترجيمه بقى البرمجة ازاي اتفقت معاك ان اي حاجة هنكتبه في البرمجة ليها syntax صح من ضمن syntax دي هي if statement تمام ال if او الشرط او اللو دي اللي انا قلتها بالعربي هتكتب ازاي بقول هنا ال if keyword وبعدين بفتح ال cosine to do اللي هما round brackets جواهم بقول condition بتاعي يعني لو ذاكرت هنا ما كان ال condition لو ذاكرت طيب لو ذاكرت وطلع فعلا ان انا ذاكرت بالفعل ساعتها حنزل احقق سطور الكود دي اللي هي ما بين curly braces يبقى تاني syntax هو عبارة عن ايه ال if keyword بعدين بفتح ال cosine اكتب ال condition بتاعي هنا جوا لو ال condition اتحقق حنزل احقق اللي ما بين وانفز سطور الكود اللي ما بين curly braces لو ما تحققش اكن السطور اللي هنا مش موجودة ومش هبصي لها نهائي خلينا بقى نطبق بمثال عملي تخيل معي المثال ده انا مثلا عندي variable اسمه age السن فيه وليكن مثلا 23 عايز اقول لو السن اكبر من 20 اتباع حاجة خلينا نشوف هنكتبها ازاي اتفقت معك هيبقى if keyword بعدين هفتح ال cosine دول وحقول لو ال age صح ال variable يبقى ادي ال variable اكبر من 20 ادي علامة اكبر من بعدين 20 ها هعمل ليه بعد كده انزل افتح ال curly braces بعدين اكتب هنا كود اللي انت عايزه يتنفذ حتى لو كان اكتر من سطر يعني مش شرط سطر واحد خلينا نجرب مثلا نكتب اكتر من سطر echo your age is greater than 20 تمام وبعدين خلينا نحط br في الاخر break line وبعدين echo welcome to the park مثلا save بعدين تعال نعمل refresh ونشوف ايه النتيجة refresh ادي طبع your age is greater than 20 welcome to the park طيب لو انا غيرت ده وخليته 19 تعال بقى نمشي مع الاسكريبت واحدة واحدة عرفت variable اسمه ال age وحطيت كيمته ب 19 حينزل هنا لو ال age حيشيل كلمة او حيشيل variable بتاع ال age وحيعوض مكانه بايه بتسعتاشر وحيبدأ يقول هي التسعتاشر اكبر من عشرين لأ يبقى ساعتها كل الجزء ده مش هيتنفذ نهائي ومش هيبصله تعال نعمل refresh ما فيش حاجة خالص تنفذ طيب بيبقى ده معناه ان ال age expression او ال condition اللي جوه ده بيفالويت او بيرجع true او false فاكر اللي قلت هالك في الدرس هنا جاء لازمتها يعني لو انا كتبت سيبك بقى من اي حاجة تانية لو كتبت true هيتنفذ بالمنظر ده لو كتبت false فمش هيتنفذ يبقى ده معناه ان ال condition هنا ما هو الا ايه الا بعد لما بيحصل evaluate للكلام ده يعني هو ال age اكبر من عشرين هو هنا الحالة بتسعتاشر صح قيمة ال age بتسعتاشر ساعتها ده هيرجع false فيبقى كده باختصار شديد ال if هي عبارة عن ايه عبارة عن if keyword بعدين cosine بعدين هنا جوه ال condition بتاعه او true او false evaluation بتاع ال condition وبعدين curly braces وبطبع النتيجة طيب انا عايز اقول حاجة تانية بقى خلينا هنا نرجع للمثال الاساسي هنا 23 بعدين نعمل refresh هيتنفذ تمام انا عايز اقول حاجة تانية انا عايز اقول لو ال age اكبر من عشرين اعمل حاجة طب غير كده طب لهو لو ما كانش اكبر من عشرين نفذ حاجة تانية ازاي بقول بقى غير كده بطريقة البرمجة برضو هي عبارة عن keyword هنستخدمها اسمها else else بكتبها بالمنظر ده وبعدين curly braces بالمنظر ده او curly brackets برضو بكتب هنا جوه مجموعة store code اللي انا عايزها تتحقق لو في حالة condition ده طلع غلط ورجع false خلينا هنا نقول echo your age is less than 20 بعدين semi colon وما تنساش السمي كولون نمشي مع السكريبت واحدة واحدة ال age بثلاثة وعشرين هو ال age اكبر من عشرين اه بترو ساعتها انزل نفذ الكلام ده هل ال else هتتنفذ تعال نشوف refresh فيش حاجة غير السطرين دول يعني ده معناه ان ال else ما تنفذتش طيب تعال نغير ونخلي ال age هنا بتسعتاشر تاني save your age is less than 20 طب ايه اللي حصل راح عرف ال age بتسعتاشر قال لو ال age اكبر من عشرين في الحالة دي لأ ال age مش اكبر من عشرين يبقى انزل نفذ الكلام اللي جوه ال else بتاعت دلوقتي بقى انا عايز اقول لو ال age اكبر من عشرين اعمل حاجة ولو بيساوي عشرين اعمل حاجة ولو اكبر من عشرين ولا بيساوي عشرين اعمل حاجة ثالتة خالص ازاي هعملها else if وبكتب ال condition بتاعي وبردو curly braces يبقى ثاني if ال age اكبر من عشرين اعمل حاجة else if ال age بص بقى ركز بيساوي عشرين بيساوي عندنا في البرمجة مش بنقولها يساوي واحدة بس بنقولها يساوي يساوي ليه بقى لان يساوي واحدة بس او equal واحدة بس هي عبارة عن assignment يعني بتاخد القيمة اللي عليمين وتحطها في الشمال لكن انا عايز اقول هل القيمة اللي على الشمال دي بتساوي القيمة اللي عليمين فساعتها بقول هنا ايه اتنين equal تمام نكمل المثال بتاعنا حاول هنا equal age is 20 بعدين semi colon تعالى نبص على السكريبت قبل مرنه ال age بت 19 هي 19 اكبر من 20 لا طيب هي 19 بتساوي 20 لا برضه اخيرا حينزل ينفذ الكلام ده نرفرش your age is less than 20 طيب تعالى نشوف هنا 20 ونعمل الكلام ده هل يا طرح حينفذ الكلام ده ولا حينفذ الكلام ده نمشي واحدة واحدة مع السكريبت هي العشرين اكبر من 20 في البرمجة عندنا لا ما بتبقاش اكبر منها تمام هل العشرين بتساوي 20 او يبقى ساعتها انزل نفذ الكلام ده نعمل refresh age is 20 طيب يبقى نركاب بسرعة الدنيا اتفقنا ازاي اكتب condition عن طريق ال if وبكتب هنا جواها ال condition طيب لو عايز اقول لو condition ده غلط ساعتها على طول هكتب else طيب لو عايز اديف condition ثالث بقول هنا ايه else if طيب لو انا عايز اديف رابع وخامس برضه هابدأ اشين عليهم واكتب else if وهكذا افضل اكتب كده else if لو ايتلم ايه اكتب كل ال conditions اللي انا عايزة احنا دلوقتي هنتكلم عن switch case هي هي نفس فكرة if else بس الاختلاف هاي بعبار عن شكل السنتاجس مش اكتر انا هنا بحط بقول هنا variable وهنا بكتب value أو condition لو value أو condition دول اتحققه اعمل something وبعدين break وحنعرف ايه لازمة break لو value أو condition اتحقق انزل اعمل حاجة وبعدين break اخيرا لو ولا حاجة من الكيس دي اتحققت ساعتها بروح لل default وبيتنفس تعال نشوف مثال عملي احسن عندنا edge هنا بعشرين هنبدأ نمشي مع السنتاجس واحدة واحدة ومع ال script لو كان بعشرين انزل نفس الكلام ده وبعدين break يعني break يعني وقف ال execution لغاية هنا تعال نعم refresh فعلا طبع your edge is 20 طيب تعال نعمل 30 ونبص واحدة واحدة هاي دي ال edge كيس كان بعشرين لا يبقى ساعتها مش هنفذ الكلام ده طيب هو كيس بتاعتك 30 اوه يبقى ساعتها هنروح هنفذ الكلام ده وبعدين break نعم refresh your edge عندنا طيب هنا كتبنها غلط your edge ايوة كده your edge is 30 تعال نجرب مثلا ندخل 9 هل التسعة هي بعشرين لا هل التسعة بتلاتين لا التسعة اقل من العشرة اوه يبقى ساعتها هنروح جاية عاملت كده اقول فعلا ان ال edge اقل من عشرة خلينا ندخل رقم 15 طيب 15 هل الخمستاشر هو بعشرين لا يبقى ساعتها مش هبص الكل ده هل الخمستاشر بتلاتين لا هل الخمستاشر اقل من العشرة لا يبقى ساعتها هنروح هنفذ ايه ال default وال default ما بكتب لهاش break refresh فعلا this is default طيب تعال بقى نرجع للتلاتين انا عايزك تشيل ال break دي تمام وتشوف ايه ال execution اللي هيحصل بص بقى المفروض اتفقنا هل هو بعشرين لا طيب هل هو بتلاتين او انزل نفذ الكلام ده تعالى نعمل كده و refresh خد بالك بقى من اللي هيحصل فعلا طبع عشرين سوري فعلا طبع تلاتين وقال هنا بعدين your age is less than 10 الله ده دخل هنا مع ان الشرط ما بيتحققش فخد بالك بقى معنى انك تشيل break من case syntax ساعته هو حينزل لل case اللي بعدها او حيفضل يكمل execution لغاية لما يلاقي break وصاده فاول break قابلها لقاها هنا فساعته هو راح نفذ الكلام ده وبعدين راح وقف execution لغاية هنا يبقى تاني ايه لازمة break انها بعد اي case تحصل وبعد لما تخلص كود بتاعك جوه الكيس ساعتها بكتب break لو مش مكتوبة ولا اكن اي حاجة تانية او اي case تانية انت كاتبها لها ايمة لغاية لما يلاقي break تمام دعا لنرجع break ونعمل refresh دلوقتي نحشيل بريك دي والبريك دي فسؤالي بقى ايه اللي حيتطبع من السكريبت ده وقف الفيديو وفكر ايه اللي ممكن يتطبع تمام طيب بص بقى اتفقت معك ان خلاص هو عمل ماتش مع الكيس دي صح كده وطبع الايكو دي واي حاجة مكتوبة او اي كيس جديدة او اي حاجة تانية مش هيعتبرها موجودة الا اذا لقى break يعني اي كيس جديدة مش هيعتبرها موجودة الا اذا لقى break فهو هينزل ينفس ده وهينزل ينفس ده كمان تعالى نعمل refresh your age is 30 your age is less than 10 and this is default يبقى دي فايدة break حتى لو كتبت كيس يعني اللي هو فيها اي كلام خالص وجيت كتبت هنا echo anything هنا بعدين كده بالمنظر ده هيروح ينفس برضو ايه anything ده كده كان بالنسبة للسويتش كيس في مراجعة سريعة هي للسويتش كيس نفس فكرة ال if else statement اتفقى هنا للسويتش بتاخد variable تمام بعدين بتبدأ تلف على ال variable ده وبعدين لو طبقت او حصل ماتش مع الكيس بكتب الكود بتاعي او مجموعة store code هنا ممكن يكون اكتر من line يعني هنا ممكن يكون line 2 موجود هنا وبعدين break بعد نهاية كل كيس وإلا حيعتبر ان اي كيس موجودة تانية ملهاش اي ايمة وحينزل ينفذ الاكواد بتاعتها ده كده كان بالنسبة للسويتش كيس دلوقتي بقى انا عايز اشوف ازاي اكتب php جوة ال html انا انتفقى معك ان كده كده الرد بتاع ال php بيبقى عبارة عن ايه عادة بيبقى html page صح كده دي صفحة html عادية خالص فيها head و title condition html وبعد كده جيت في body قلت ايه ركز بقى جيت في body فتحت تاجة php وعرفت variable اسمه age قلت لو ال age اكبر من او يساوي دي ال if بتاعتنا اللي كتبناها عادي خالص اكبر من او يساوي 30 وبعدين فتحت اول curly brackets خد بالك بقى ده ايه ده انا اتفقت معاك في اول فيديو خالص ان ساعات بنقفل ال php tag وساعات بنسيبه مفتوح زي الفايل ده انا بس عملت php tag في الاول وبعد كده سيبته مفتوح هنا بقى الافلة كل مزيتها انها بتقول ان الكود ده عبارة عن php ويا php interpreter ترجمه واي حاجة برا قفلة التجدي نزلها زي ما هي طيب تعال ان كما هنا عرفنا ال age وقلنا هنا لو ال age اكبر من او يساوي 30 بص بقى هيحصل ايه هيقول هنا في header 1 your age is greater than or equal 30 خد بالك انا لما باجي اكتب php جوة html برده بكتب php syntax عادي خالص بنفس الحاجات اللي احنا تعلمناها مع بعض يعني ال if اتفاقنا ان بتاخد condition وكل فهي هي برده هتبقى نفس ال if اخيرا بقى فين الكوص اللي بيقفل بتاع قفلة ال if هيبقى في الاخر هنا تعالى نعمل refresh ده هنا طبعا بتبقى الفايل بتاع برضو extension.php هنا بدل conditions هيبقى conditions dash html.php طبع ايه your age is greater than or equal 30 دلوقتي المطلوب منك انا عايزك تعمل else في حالة else تطبع حاجة تانية خالص وتقول مثلا ان ايه ال age not equal 30